السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مرحمة الله نادية كدر عمي قريبا الله يبرك يا ابنتي اتكتع معي مواردية مخوطة يا رحمن يا رحيم ولكسي ولد الناس يا ربي يا ربي خليتك مره رقمي ايه خليت الرقم ديلك هي ان شاء الله تعالى يبلي يشيوه للناس ان شاء الله ولا اكمعنا محتفظ بالرقم ديلك يا ابنتي نادية وان شاء الله تعالى اه غريبا ليشيوه للناس معقول واناوي المعقول ان شاء الله نتوصل معاك واربي سخر لك ابنتي شكرا لك نادية وتحية لك والعائلة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كنت بغي نقول لك ابنتي نادية قادية الزواج صعيب شيئا اما الزواج وخد خطروا احنا البشر اه صعيب اننا نحسن الاختيار ليدك الوصية كنوصيك ابنتي نادية والسادة المستمعين خصى البناء دينا والابناء دينا اللي بغي اختار يستخير المولى اقول يا ربي ارزقني احسن طريقة بشاربي عز وجل يأتيك برزقك انسى انك تسأل الناس الناس كلهم ضعفاء ونظرتهم سطحية للامور ومهما مهما قدروا فتقدرهم محدود يا ما رأينا اناس رفيعي المقام مديرين شركات ناس رؤساء مجالس ناس قمة في الرتب ولم ينجحوا في زواجهم لماذا لانهم اساءوا الاختيار الاختيار غير مرتبط بالعقل ولا بالمنطق ولا بالمقاييس الاختيار هو سرون رباني فلهذا الوصية اللي هنقول الاحباب الكرام اللي بغي يتزوج يطرق باب الرجاء والناس قد رقدوا ويبيت في ليله يسأل ربه يا ربي اختر لي من عندك يا ربي اختر لي بنت بالغاية سنزوج ستزوج طبيعي الهرمونات والخالي اللي فيها تدعوها للزواج ثم انها ترغب في الحمل باش تكون ام ثم ان والديها بغي فرحوا بها وتكون عندها خيمتها بوحدها وتكون عندها ضارة بوحدها طبيعي جدا لكن في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كلمة أزمة بين قوسين لا أحب أن أستعمل هذه الأزمة كن صعوبات ما في أزمة ما كن أزمة كن الخير موجود لكن كن صعوبات وغياب عدلة في التوزيع وكن فتور عند بعض الناس ماشي يخدموا أما اللي ند شمر على سعيدي وند يخدم خير مولنا كثير لكن الشباب عادتان كي يقول لك لك شي اللي بغينا ملقيناش فيفترون عن الزواج كتلقى هناك فتور وعزوف عن الزواج الشاب كي قلب على فتاة تكون تيخد داما يا مطلق مع شباب كي يقول يا باقي انت زوج تفضل وكن قلب على متى الناس كي بغيتها وابغيتها تكون في العشرينة من عمورها أين عمزيد وتكون خداما وتكون خداما في القطاع العام ماشي في القطاع الخاص علاش حتى القطاع الخاص غيسكي مهددة أي مرة يقولوا لها فاييت وتخرج تكون في القطاع العام مزيان وتكون في التعليم علاش يا أخي التعليم على اسم الإدارة العمومية لا التعليم لماذا لأن التعليم هذا من الصنهار والصنهار فارغة واتقرر يا الولاد اتقررهم وانكن تهنيت من الساعات الإضافية شروط هكذا من لك يلقى هات الشروط يقول لك لا ولكن شكلها أن تكون كدا وكدا ملامحها كدا وكدا من لك يلقى الشكل عدلق العائلة خاص العائلة تكون كدا وكدا وأبوها كدا وأخوها كدا ثم المنطقة واش قريبة منه والبعيد منه خاصة يتنقل المدينة أخرى هات الشركة تسمى كامل الأوصاف صعيباش تجمع صعيب إلا من رحم ربك في الزواج لإنسانك يطلب يا رب ترزقني الخير والباركة والتي سير وهم دعينك يسير والله تعالى كي يجعل لك البركة حتى الفلخة القضية كلها أي شناية هي قضية رزق الرزق بيد الله راك يقدر يأخذ الواحد المرأة مخدمة مرد دم ولكن كتكون باركة مسعودة كتدخل إلى عتبادية الضاك يفضع لها الرزق وترى تكون شكلها متواضع لكن أخلاقها راقية وحنانها وعطفها كثير فتصير في عينيه أجمل مرأة في الوجود قد يلقى عائلة اللي هي فقيرة وربما ظروف صعبة ولكن ربنا عز وجل لا يطرح فيها البركة فتسبحت العائلة تقدره وتعزه وتحترمه ومن يدري الأمور هي بالمآل والمآل لا يعلمه إلا رب العباد لهذا الوصيل لكن نقول لجميع الشباب ذي النهو الشابات ما يركزوش كثير على الأسباب والمسببات رغم أنها مطلوبة لا يغفلون عن الطلب من عند الرحمن لأنه علام الغيوب فأسأل الله الكريم بنت ناذية الله يختار لك من عنده وحد الزوجك من الصالحين طيبين الأطهار المرضيين المهديين وتعيشه مع حياة سليمة ومستقرة ويرزعك الله منه درية طيبة والله يحفظك الوالدين والعائلة والأحباب ويسعد أيامك وكل من قال آمين الله مرزقه مثل ذلك وزيده آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مرحمة الله ناذية كدر عمي قريبة الله يبثك ابنتي إذ كنت تعام معي وموالدي يا مخوطي يا رحمن يا رحيم وإذ كنت تعام للناس يا ربي يا ربي خليتي بدي مرة رقمي أي خليتي الرقم ديلك إيا إن شاء الله تعالى يبلي شوه للناس إن شاء الله ولا إكمعنا محر محتفظ بالرقم ديلك بنتي نادية وإن شاء الله تعالى غريب لي شوه للناس معقول ونوين معقول إن شاء الله نتوصل معاك ونربي سخر لك بنتي شكرا لك نادية وتحية لك ولي العائلة كنت بغين قول لك بنتي نادية قادية الزواج صعيب شيئا ما الزواج وخدخة رحنا البشر الصعيب أننا نحسن الاختيار ليدك الوصية كان وصيك بنتي نادية والسادة المستمعين خصا البناء دينا والأبناء دينا اللي بغي اختار يستخير المولى اقول يا ربي ارزقني أحسن طريقة بشا ربي عز وجل يأتيك برزقك انسى أنك تسأل الناس الناس كلهم ضعفاء ونظرتهم سطحية للأمور ومهما قدروا فتقدرهم محدود يا ما رأينا أناس رفيعي المقام مديرين شركات ناس رؤساء مجالس ناس قمة في الرتب ولم ينجحوا في زواجهم لماذا لأنهم أساءوا الاختيار الاختيار غير مرتبط بالعقل ولا بالمنطق ولا بالمقاييس الاختيار هو سر رباني فلهذا الوصية اللي هنقول الأحباب الكرام اللي بغي تزوج يطرق باب الرجاء والناس قد رقدوا ويبيت في ليله يسأل ربه يا ربي اختر لي من عندك يا ربي اختر لي بنت بالغاية سنزوج ستزوج طبيعي الهرمونات والخالي اللي فيها تدعوها للزواج ثم إنها ترغب في الحمل باش تكون أم ثم إن والدها بغي تفرحو بها وتكون عندها خيمتها بوحدها وتكون عندها ضارة بوحدها طبيعي جدا لكن في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كلمة أزمة بين قوسين لا أحب أن أستعمل هذه الأزمة كن صعوبات ما في أزمة ما كن أزمة كن الخير موجود لكن كن صعوبات وغياب عدلة في التوزيع وكن فتور عند بعض الناس موش يخدموا أما اللي شمر على سعيدي ونوش يخدم خير مولنا كثير لكن الشباب عادتان كي يقول لك لك شير اللي بغيناه ملقيناش فيفترون عن الزواج كتلقى هناك فتور وعزوف عن الزواج الشاب كيقلبها لفتاة تكون تيخدمها يا مطلق مع الشباب كي يقول يا باقي نزوج قلت لي وتفضل وكي نقلبها مثل الناس كي بغيتها وبغيتها تكون في العشرينة من عمورها أين عمزيد وتكون خدمة وتكون خدمة في القطاع العام مش في القطاع الخاص علاش حتى القطاع الخاص غيسكي مهددة أي مرة قلوا لها فايت وتخرج تكون في القطاع العام مزيان وتكون في التعليم علاش يا خيق التعليم عن اسم الإدارة العمومية لا التعليم لماذا؟ لأن التعليم هذا من الصنهار والصنهار فارغة وتقررية لولاد وتقررهم وانكن تهنيت من الساعات الإضافية شروط هكذا منك يلقى هات الشروط يقول لك لا ولكن شكلها أن تكون كذا وكذا ملامحها كذا وكذا منك يلقع الشكل عدلق العائلة خاص العائلة تكون كذا وكذا وأبوها كذا واخوها كذا وكذا ثم المنطقة واش قريبة منه والبعيد منه وسيتنقل المدينة أخرى هات الشركة تسمى كامل الأوصافي صعيب أش تجمع صعيب إلا من رحم ربك في الزواج لإنسان كيطلب يا رب ترزقني الخير والبركة والتي سير وغمض عينك وسير والله تعالى كي يجعلك البركة حتى الفلخة القضية كلها أيها إخناية هي قضية رزق رزقه بيدي الله راك يقدر يأخذ الواحد المرأة مخدمة مردمة ولكن كتكون باركة مسعودة كتدخل إلى عتبادي الضاكة فضع للرزق وطر تكون شكلها متواضع لكن أخلاقها راقية وحنانها وعطفها كثير فتصير في عينيه أجمل مرأة في الوجود قد يلقى عائلة اللي هي فقيرة وربما ظروف صعبة ولكن ربنا عز وجل يطرح فيها البركة فتسبحت العائلة تقدره وتعزه وتحترمه ومن يدري الأمور هي بالمآل والمآل لا يعلمه إلا رب العباد لهذا الوصيل لكن نقول لجميع الشباب ذي أنه الشابات ما يركزوش كثير على الأسباب والمسببات رغم أنها مطلوبة لا يغفلون عن الطلب من عند الرحمن لأنه علام الغيوب فأسأل الله الكريم بنتي ناذية الله يختار لك من عنده وحد الزوجك من الصالحين طيبين الأطهار المرضيين المهديين وتعيشه مع حياة سليمة ومستقرة ويرزعك الله منه درية طيبة والله يحفظك الوالدين والعائلة والأحباب ويسعد أيامك وكل من قال آمين الله مرزقه مثل ذلك وزيده آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله